في سنة 2014 مجموعة شباب راحوا لإحدى الغابات في نيجيريا بحثاً عن صديقهم اللي اختفى بشكل مفاجئ وأثناء رحلتهم بالبحث استوقفهم مستودع ملفوف بأسلاك حديدية ولما اندخلوه شافوا أشياء ما يستوعبها العقل البشري خلتهم يسمون الغابة هذه بغابة الرعو مقطع اليوم يا جماعة رح نتكلم فيه عن واحدة من أقوى القصص اللي كنت قريتها في حياتي كنت جاسة أقلب في ردد في تطبيق ردد وشفت الموضوع وجداً شدني لأنه مرة يشبه بيم باك مقطع بيم باك تفتكروا التكتوكر الصيني اللي راح مختبر واكتشف أشياء هناك هتلاحظوا أنه قصة اليوم مرة تشبه المقطع هذا فإذا أنتوا تحبوا هذا النوع من المقاطع تابعوا المقطع لنهايتها بس حابة أنوه أنه أنا راح أذكر أشياء حيل حساسة في المقطع فمتى ما حسيتوا نفسكم أنكم متطايقين مقادرين تكملوا مقادرين تسمعوا الكلام اطلعوا من المقطع وشوفوا أي مقطع ثاني صحتكم أهم أنتوا عارفين هذا الشيء والحين خلونا نبدأ في نجيرا هناك التكاسية تنقسم لنوعين النوع الأول اللي هو النوع المتعارف عليه اللي هو تكسي السيارة النوع الثاني اللي هو تكسي الموتوسيكل وهذا النوع هو اللي منتشر بكثرة هناك ويطلقوا على اللي يسوقونهم لقب الأوكاداز الأوكاداز راح نعتبرهم شلة مرة كبيرة لأنه كلهم يعرفون بعض هناك مرة كويس يعني الأوكاداز اللي في مدينة بي على سبيل المثال يعرفون بعض الأوكاداز اللي في مدينة سي كمان يعرفوا بعض فبسنة 2014 اثنين من الأوكاداز اللي في مدينة آيبدان اختفوا بشكل مفاجئ طبعا الأوكاداز الثانين وصلهم الخبر بسرعة لأنه مثل ما قلت لكم كلهم يعرفوا بعض فأتصلوا بالشرطة وبلغوهم باللي حصل بس لأن الشرطة ما سووا أي حاجة أبدا طلعوا يدوروا عليهم بنفسهم إنه أثناء ما هم من يشتغلوا ويوصلوا زباينهم يشيقوا في كل حي وفي كل منطقة على أمل أنهم يحصلونهم بس للأسف إنه مع كل الجهود اللي بدلوها ما قدروا يلاقونهم أبدا تخيلوا إلى يومكم هذا ما قدروا يلاقونهم أبدا بس بعدها فترة بسيطة وتحديدا بيوم 22 مارس في أوكادا باسم لانري سيديكو اختفى كمان شوفوا بالنسبة للموضوع الاسم حق الأوكادا هذا لاحط إنه المصادر مو متفقين على اسمه صراحة شي جدا غريب وما أعرف ليش يعني هذي أول قصة تمر علي أشوفهم مو متفقين على اسم واحد بس أنا رح أمشي في القصة مع اسم لانري وقلت لكم المعلومة هذه في حال إنكم حبيتوا تبحثوا زيادة عن الموضوع فرح تحصلوا إنه كل واحد بيقول اسم من كيسة الله أعلم أهي اسم هو الصح بس أنا رح أمشي مع اسم لانري المهم فلانري ومجموعة من الأوكاداس كانوا يجمعوا طول الوقت في منطقة معينة وينتظرون زباين هناك فكل اللي كانوا هناك يعرفوا بعض مرة كويس ويذكرون إنه في اليوم اللي اختفى فيه لانري طلع عشان يوصل اثنين وما رجع وبالعادة هم من ما يتأخرون بالرجعة لأن المشاور اللي يروحون هالزباين ما تكون بعيدة يعني معظمها تكون قريبة لأنها داخل المدينة فشي غريب إنه هو راح وما رجع بس بالبداية ما شكوا إنه ممكن يكون وصل زباينه ورجع البيت عادي إنه كثير منهم يسوون هالحركة بس شكوا يوم اتصلوا عليه وما رد عليهم هم كأوكادز جوالاتهم دائما مفتوحة وما يقفلونها أبدا لأنه في زباين يتصلون عليهم فإن لانري ما يرد عليهم معناها إنه اختفوا وهو بيشتغل على عكس الأوكادز الثانين اللي اختفوا هم من ببيتهم هنا الأوكادز خافوا ما عرفوا إش لازم يسووا جلسوا يفكروا في طريقة عشان يوصلوا لانري بس فجأة واحد من بينهم جات مكالمة ويوم رفع السماعة سمع صوت لانري وهو يصارخ بشكل هستيري حاولوا يهدونا عشان يفهموا منه هو وين وعشان يقدر يساعدونا يعني فقال لهم إنه انخطف هو ثمانية أشخاص لمكان تحت الأرض في غابة اسمها سوكا أعطوهم الاتجاهات اللي يتذكرها بس ما كان يعرف وين ما كانه بالضبط بس قال لهم إنه أول ما تقربون رح تسمعون صوت صراخنا وخبرهم إنه هم من أخذوا كل حاجة معاهم بس ما لاحظوا إنه لانري معاه جوال ثاني فعشان كذا هو قدر يتصل عليهم فالأوكادز قالوا له خليك معانا على الخط لا تفصل المكالمة على بال ما نلاقيك إنه خلينا نتكلم معاك على بال ما نلاقيك بس هم من جاسين يقولون هذا الشي انفصلت المكالمة ويوم رجعوا تصلوا عليه ثاني الجوال كان مغلق حوالي أربعين أوكادز راحوا للغابة عشان ينقذون نانري وأول ما وصلوا الغابة جلسوا يدوروا على سيارتين محروقة إنه قال لهم إنه أول ما تحصلون السيارتين هذي امشوا من عندها الطريق يبدأ من هناك فيوم حصلوا السيارتين لاحظوا إنه الطريق كان مرة ضيق يعني مستحيل يقدروا يمشوا فيه بالموتوسيكل حقهم ولأنه عددهم ما شاء الله كان مرة كبير فما قدروا إنه هم من يمشوا اثنين اثنين كان لازم يمشوا زي الطابور فهم من بيمشوا ما كانوا يطلعوا أي صوت أبدا عشان يركزوا يسمعوا صوت لانري والناس اللي معه بس فجأة واحد من بينهم سمع صوت ورفع يده عشان يوقف الطابور اللي يطلع واحد قدامهم معاه سلاح وجلس يطلق عليهم على طول الأوكادز انسحبوا وطلعوا من الغابة ورجعوا لنقطة تجمعهم وجلسوا يفكروا معقول إن إحنا رح نطلق كذا لانري ورانا ما كانوا عارفين إش لازم يسووا يعني صديقهم اتصل عليهم واستنجد فيهم لأنه كان واثق إنه هم من حيجوا عشانا فيعني ما حقول إنه هم من حيسحبوا عليه بالبداية فكروا إنه هم من يتصلوا على الشرطة على أساس يجوا ويساعدونهم بس هم من ما تصرفوا بالبداية على أساس يتصرفون الحين فما كان قدامهم غير حل واحد إنه هم من يروحون بنفسهم بس هالمرة رح تكون مع خطة وخطتهم كانت إنهم يكونوا أكثر ومجهزين نفسهم مرة كويس فجمعوا أكادز زيادة حتى صاروا مية شخص ارجعوا للغابة ومشوا في نفس الطريق وهذه المرة ما كانوا هادين أبدا بالعكس كانوا يصارخون عشان يثبتون أنفسهم إنه هم مبخايفين منكم ومستعدين لأي حاجة لهم كانوا متوقعين إنه ممكن يطلع لهم أحد ويطلق عليهم زي المرة الأولى بس الغريب إنه هذا الشي ما حصل أبدا بالعكس كملوا طريقهم حتى وصلوا لنهاية الغابة وطلعوا لمكان مرة كبير يعني بعد ما طلعوا من الغابة وصلوا لمكان مرة كبير يفصل نهر صغير فوق جسر فيعتبروا إن الأوكادز هنا وفيه كذا نهر صغير وفي الطرف الثاني اللي هو هنا كان فيه مبنيين مبنى صغير يشبه الكوخ فيه شباك يطل على الطرف اللي الأوكادز واقفين فيه وفي المبنى اللي يشبه الكوخ كان جنبه كذا مبنى يشبه المستودع أو حنقول عنا مستودع حوله سياج وملفوف بأسلاك حديدية فمش يفوق الجسر عشان يروحوا للطرف الثاني إلا واحد فيهم يطل تحت الجسر ويشوف الموتوسيكل حق لانري سكان الغابة قالوا إن في آخر عشر سنوات فيه سيارة كانت تجي يوميا للمستودع بس الغريب إنها كانت تجي من طريق ما حد يستعملها نهائيا يعني تقدروا تقولوا إن الطريق هذا كان مهجور بالنسبة للسكان وما قد شافوا أحد يجي منه إلا السيارة هذه وصفوها على إنها سيارة جيب مضللة تيجي تقريبا على الساعة ثمانية الليل وترجع الساعة تسعة ونص الليل طبعا هم ما كانوا يعرفوا مين اللي يسوق السيارة هذه إيش يسوي في المستودع هناك بس يقولون إن في الوقت هذا كانوا دايما يسمعون أصوات صراخ جاية من المستودع فطبيعي هم من رح يشكوا إنه إيش فيه في شيء مطبيعي جالس يحصل هنا فاتصلوا على الشرطة وبلغوهم عشان يروحوا يشوفوا إيش جالس يحصل في المستودع بس الشرطة تجاهلتهم وصرفتهم إنه أوه لا ما عليكم ما في شيء ما تشغلوا بالكم في الموضوع بس لأن كثرة البلاغات على المكان يعني أكثر من شخص صار يبلغ فاضطروا إنه هم من يروحوا ويشوفوا إيش سالفت المكان واكتشفوا إنه المكان هذا أو المستودع بتستعملها عصابة كمكان للأشياء غير قانونية فاللي سوق الجيب كان يروح للمستودع ياخذ الأشياء هذه ويبيحها في السوق السودا فالأوكاداز يوم وصلوا للطرف الثاني ادخلوا للكوخ أول حاجة دخلوا للكوخ عشان يشوفوا إيش هيحصلوا بداخله وشافوا ملابس وجزم الله يكرمكم وصناديق وجرائد وإشياء مرة كثير كان واضح إنه يعني في شيء مو طبيعي جالس يحصل هنا يعني أكيد أكيد إنه هم من هيحصلوا لانري في هذا المكان بس يوم راحوا للمستودع شموا ريحة مرة سيئة خلتهم يتأكدون إنهم راح يعصلون حاجة جو المستودع بس أنا متأكدة إنهم ما كانوا يتوقعون ولا واحد بالمية المنظر اللي شافوه جوه شافوا ما لا يقل عن خمسين جمجمة ومئات العظام على الأرض بس الأسوأ من هذا كله إنه كان فيه 23 شخص معلق على الإجدار بعضهم ميد وبعضهم حي بس حالتها مرة سيئة أو عضوا من أعضاء مفقودة والأعضاء هي الشيء الغير قانوني اللي العصابة كانت تبيعة في السوق السوداء لأنه فيه ناس كثيرة يشترونها من هناك أو يشترونهم من هناك عشان يستعملونها في السحر الأسود والقطعة اللي قدامكم هي المكان اللي سووا كل أفعالهم الشنيعة عليها يا الله والله العظيم أنا ماني قادرة أقولي الكلام من قوة ما إنه صدق يعني يخوف يعني كانوا تخيلوا يجيبون الناس المعلقة على الإجدار يحطونهم على القطعة هذه ويأخذون أعضاءهم بطريقة مرة جنيعة قدام المعلقين الباقين وإذا كان فيهم حيل مثلا إن يعيشوا تخيلوا يرجعوا يعلقونهم على الإجدار وإذا ماتوا أو خلاص يعني حيموتوا فيأخذونهم الغرفة خارجية برا المستودع فيها مقصلة تخيلوا وتمسى حي عشان يتخلصون منهم وما يبقى أي أثر من آثارهم يعني كمية الشناعة يمينا بالله أنا ماني قادرة أتخيلها يعني أنا 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 الحين جاسة أقول لكم ماني قادرة أتخيلها شلون الناس اللي يعاشوا الشيء هذا وكانوا يشوفونه تقريبا بشكل يومي شيء صدق ما يستوعب العقل أصلا الأوكادز يوم شافوا المنظر هذا يوم اتخالوا وشافوا الشيء هذا صنموا جلسوا يطالعوا كذا ما عرفوا إيش لازم يسووا حتى طلعوا من صدمتهم وراحوا فكوا الناس اللي على الإجدار وساعدوهم بس بالأول ما سووا أي شيء أبدا أصلا ما استوعبوا إيش جالس يحصل بس اتخيلوا إن لانري ما كان ضمن الناس اللي أنقذوهم ما حصلوا لا بين الأحياء ولا بين الأموات يعني تخيلوا لهم فتشوا المستودع كامل على أساس يلقون مدخل المكان تحت الأرض شيء منه منه ما لقوا أي شيء أبدا سألوا الناس اللي أنقذوهم إذا عندهم فكرة عن مكان موجود تحت الأرض إذا فيه شيء يعرفونه بس ولا أحد فيهم رد وصراحة هذا الشيء متوقع إنهم ما حيتكلموا معاهم بعد الصدمة اللي عاشوها يعني هذا شيء كان جدا طبيعي ومتوقع فالأوكادز على طول اتصلوا بالشرطة عشان يجوا ويشوفوا إيش يعني إيش يمديهم يسووا ويساعدونهم فاتخيلوا يا جماعة إنهم يمطلبوا منهم يحفرون المكان على أساس يلقون المكان اللي تحت الأرض الشرطة رفضت وكل اللي سووا إنهم هدموا المكان وحطوا لافتات عنده كذا الكاميوم وبعدها شالوا لافتات ولا رجعوا أبدا يعني ما عرف أنتو شرطة ولا ضرطة أم سوري الكلمة واقفة في حلقة ما بداية القصة بس أنتو وش شغلتكم مو جاهزين يتسوون أي شيء يعني حرفيا الأوكادز تصرفوا وسووا حاجة أكثر من الشرطة بكثير أنا ماني فاهمة ليه ليه الإصرار هذا إنهم ما يتصرفوا شيء مرة مستفز يعني ما منهم ستين لزمة فهنا الأوكادز خلاص تأكدوا إن الشرطة ما رح تساعدهم ما رح يحطونهم وجه في هذا الموضوع أبدا فصاروا يروحون ويرجعون يحفرون المكان بنفسهم على أمل إنه هم من يلاقون المكان اللي تحت الأرض بس للأسف إنه ممالك يو أبدا بس أثناء هم من يحفروا المكان لاحظوا إنه في واحد كان بيحوم حول المكان بطريقة مرة غريبة كده يتصرف ما عارف إيه كده طريقة ما عارف شلون يعني فيوم مسكو حصلوا معه أسنة بشرية وعدد كبير مرة من شرائح الجوال فطبعا الأوكادس خلصوا عليه لأنهم افترضوا إنه هو على الأغلب حيكون مع العصابة يعني وضعه مطبيعي ليش معاه الأشياء هذي وجالس يحوم حول المكان اللي يكون وراء سالفه فهم ما خلصوا عليه ولا فهموا معه ولا هم يبون يعرفون إيش سالفت أصلا وإلى يومكم هذا ما في أي خبر عن لانري ولا عن الناس اللي كانوا معه إيش حصل فيهم هل هم فعلا كانوا في سجن تحت الأرض ولا هذي كانت خدعة عشان يجذبون أوكادس زيادة ما حد يعرف أي شيء عن الموضوع يعني اتخيلوا إنه مرة عليه عشر سنوات وإلى يومكم هذا ما نعرف هذه التفاصيل ولا نعرف مين اللي وراء السالفة هذه كلها يعني تصرف الشرطة الغريب خلى نظريتين تطلع عن الموضوع إنه ممكن تكون الحكومة النجيرية هي اللي متورطة في السالفة فعشان كذا الشرطة تتجاهل البلاغات وما تتحرك أبدا أو إنه وحدة من الشخصيات المهمة هم اللي متورطين في السالفة أو هي المتورطة في السالفة فعشان كذا الشرطة ما تحركت أبدا الله أعلم وإنتوا إيش رأيكم يا جماعة في الموضوع هل تتفقون مع إحدى النظريتين هذه ولا عندكم نظرية خاصة فيكم عن اللغز المحير هذا يا جماعة يعني أنا يمكن في حياتي ما شكك في شرطة كثر الشرطة نيجيرية في الموضوع هذا يعني ما عليش كمية إنه إحنا نسوين مجانين ما نعرف إش السالفة مرة واضح يعني مرة واضح إنه هم من يتستروا على الموضوع يعني شيء واضح إنه أنتوا طيب في عقلكم الباطني يعني أنتوا ما انتبهتوا إن هذا الشيء واضح للكل إنه واضح للشعب والناس عامة إنه أنتوا بتحاولوا تخفوا حاجة وليش؟ يعني خلاص الشيء انفضح وانكشف خلاص امشوا معها حاولوا إنكم أنتوا تتصرفوا صح ليش لسا تحاولوا إنكم تخبوا الموضوع؟ يعني حقيقي أنا مرة مهتمة أعرف إيش إيش يعني إيش حقيقة الموضوع؟ ليش إلى الآن متكتمين عن السالفة؟ وين لاندري؟ يعني وين لاندري؟ هل هو فعلا كان في مكان تحت الأرض؟ أنتوا برأيكم؟ هل تشوفون إن الأنغري كان فعلا في مكان تحت الأرض؟ ولا هو كان بيكذب عليهم بأمر من الناس اللي أخذوه عشان يجذب أوكاد الزيادة؟ أنا الصراحة ما أظن إنه هو كان في مكان تحت الأرض لأنهم ما حصلوا أي شيء من هالكلام الله أعلم الصراحة الموضوع جدا محير ومرة مثير للاهتمام بس أتمنى من كل قلبي أنه يعني الشيء هذا ما يكون لسه إلى الآن مستمر بس للأسف يمكن جاسة فرفرفرفردت قريت أن الأشياء هذه لسه مستمرة عندهم يعني في ناس لسه كذا فجأة تختفي وما يسمعوا عنهم أي خبر وتمر السنين وما يعرفوا عنهم أي شيء فالواضح أن الأشياء هذه ما تنتهي ما دام في ناس تشتريها يعني في ناس يا لطيف ما تفرق معاهم ما دام إنه شيء يجيب لهم مبالغ طائلة يعني فهمتوا كيف يعيشون من وراها فما تفرق معاهم يعني يا لطيف أنا والله العظيم عقلي ما يستوعب إنه شلون في بشر عايشين معانا في هذا الكوكب بهذا التفكير إنه ما تفرق معاهم يعني ما أدري شيء شيء صدقه الله العظيم يقشعر ويخوف والله يا رب يبعدنا عن هذه الناس ويأخذهم أخذت عزيز مقدر يا رب يا رب أنك تورينا عجائب قدرتك فيهم يا رب حقيقي أنا جالسة أدعي في رمضان لأنه يعني مرعب 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 التخيل يعني أنك تتخيل شيء زي كذا والله العظيم مرعب بس أبي أقرأ كل نظرياتكم عن الموضوع أنتوا إيش تتوقعوا اللي حصل للانري هل هو فعلا كان في مكان تحت الأرض ولا هذي كانت خدعة أجبروها يعني أجبروا لانري أنه يقوله عشان يجيبون أوكادة زيادة مين تتوقعون وراء السالفة يعني اكتبوا لي كل نظرياتكم عن الموضوع مرة متحمسة أني أنا أسمع كل حاجة عن الموضوع هذا لا تنسوا أنكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يصلكم جديدي أول بأول حطوا لايك للمقطع وشاركوه مع أي أحد أنتم تعرفونه لأن هذا الشيء مرة يساعدني لو حطيتوا لايك وشاركتوا يعني هذا الشيء طبعا يساعدني أنه أنا أستمر وأنزل محتوى أكثر ويعني أدلعكم في المقاطع ولا تنسوا تكتبوني تحت كل نظرياتكم عن الموضوع جد أنا مرة متحمسة أقرأ نظرياتكم كذا ودي أمخمخ عليها أحط الهواء حقتي وأمخمخ علي نظرياتكم فلا تنسوا لكم تكتبوها لي لا تنسوا لكم تشتركوا بقناة الجيمينج واتبعوني على حسابات السوشال ميديو وبالذات الإنستجرام لأني حيل حيل أدفع لي هناك وبس استودعتكم الله ومع السلامة